يفترشون الأرض بعد أن ضاقت بهم منازلهم هنا في الحديدة المدينة التي تقتض شوارعها والأرصفة بالمواطنين ليست الحرب وحدها من تحصد أرواح الأبرياء في هذا المكان فثمت معاناة تزداد يوما بعد آخر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من عام وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأوبئة دون وضع حد يخفف من وطأتها فبعد غياب أبسط مقومات الحياة ووصول الوضع الخدمي إلى أدنى مستوياته يعتبر المراقبون أن السبب الرئيسي في هذه المعاناة تعود إلى قلة حيلة الميليشيا في إدارة المحافظة مكتب الصحة بالمحافظة هو الآخر قال أن انقطاع التيار الكهربائي وموجة الحر الشديد ساهم في مضاعفة معاناة المرضى فيما حذر مركز الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة إذن في الحديدة تختلط مشاهد المساة اليومية وتتفاق مصورها بشكل انتراجدي ليبقى السؤال الأهم في هذا المشهد إلى متى ستظل المعاناة